السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك في القناة قبل أن تبع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتعلم في هذا الفيديو كيف أجيب على أي سؤال في اللغة الإنجليزية وبأي زمن لا يهمني ما هو الزمن المطروح فيه السؤال لكن يهمني كيف أجاوب على هذا السؤال المقصد لا يهمني الزمن بمعنى أنه أستطيع أن أجيب على السؤال بأي زمن أولا عند الإجابة على السؤال يجب المحافظة على زمن السؤال إذا سألني بالPresent Simple بالمضارعة البسيط يجب أن أجيب بالمضارعة البسيط إذا سألني بالPost Simple يجب أن أجيب بالماضي البسيط وهكذا زمن مستمر أجيب بالزمن المستمر المضارعة التام أيضا بالمضارعة التام ماضي التام ماضي التام المستقبل وهكذا يجب أن أحافظ على زمن السؤال يعني سألني بزمن ما أجيب بنفس الزمن نتابع في هذا الفيديو كيف أجيب على أي سؤال بشكل سهل وبسيط تابع معي النهاية الفيديو لأن المعلومات مترابطة مع بعض بحيث أن تستطيع عن تمييز بين الأزمنة والإجابة على السؤال بشكل سهل ننتبه عدنا فقط زمنين العدنا Simple Present يعني المضارعة البسيط Simple Past الماضي البسيط نحذف الفعل المساعد يعني في عدنا Do و Did باقي الأزمنة الفعل المساعد يبقى في الجملة سنعرف كيف أجيب على السؤال دائما عندما تشوف بالسؤال Do أو Does أو Did تحذفهم أثناء الإجابة لدينا What do you eat؟ ماذا تأكل؟ What did you eat؟ ماذا أكلت؟ وريد أن نجيب على هذا السؤال أولا أحذف اسم الاستفهام What أو Where أو Why وهكذا أي اسم الاستفهام بداية الجملة أحذف الفعل المساعد كما نعلم الجملة باللغة الإنجليزية بيكون عدنا Subject فاعل بعدين عدنا Verb وعدنا تكملة الجملة أبدأ من عند الفاعل ودائما ننتبه نصف الإجابة في السؤال تذكر هذه المعلومة نصف الإجابة في السؤال لاحظ You ماذا تأكل أنت؟ الإجابة I أحول You إلى I الفعل هو Eat I eat أكل لاحظين؟ إذن ماذا تأكل أكل إذن هذه نصف الإجابة Subject فاعل وعدنا Verb الفعل I eat مثلا And Apple For example Every day أأكل تفاحة كل يوم ماذا الشكل؟ طبعا كل يوم هذه أضافة لكن ممكن What أسأل بها عن شيء ما إذن Apple I eat an apple أأكل تفاحة إذن حافظ على زمن الجملة زمن الجملة Present Simple مضارع بسيط إذن الفعل يجب أن يكون بالمضارع البسيط يعني بالشكل الأول الفعل كما نعلم Eat يأكل Eight أكل Eaton ما أكل طيب الجملة فيه Simple Past الماضي البسيط بيكون عدنوات نحذفها كما قلنا اسم الإستفام نحذف Dead الفعل مساعد لأنه ساعدنا وتشكيل السؤال نبدأ من عند الفعل I لكن زمن الجملة Dead بالماضي وحول eat إلى الماضي Eight إذن تصبح I ate an apple يسر دي إذن أكلت تفاحة البارحة ماذا فعلت What اسم الإستفام حذفتها حذفت Dead مباشرة حولت eat إلى لماذا؟ لأن زمن الجملة ماضي بسيط إذن تصبح الجملة I ate an apple يسر دي إذن لا ستعلم أن أكتب I eat يعني زمن الجملة ماضي بسيط وجواب بالمضارع البسيط هذا خطأ إذن I ate an apple يسر دي كيف عرفت يا أستاذ لأنه عدنا Dead كيف عرفت زمن الجملة لأنه عدنا Do What are you eating إذن ماذا تأكل What were you eating ماذا كنت تأكل اللحظة زمن هذه الجملة Present Continuous لماذا؟ لأنه عدنا R والفعل مضاف إلى ING هذا الجملة What were you eating ماذا كنت تأكل نسميه Past Continuous Where والفعل مضاف إلى ING كما قلنا يجب أن نحافظ على زمن الجملة يعني سأني بالمضارع مستمر أجيب بالمضارع مستمر سأني بالماضي المستمر يجب أن أجيب بالماضي المستمر نلاحظ نحذف What كما قلنا لكن ننتبه فقط Simple Past الماضي البسيط والPresent Simple إذن المضارع البسيط يعني نحذف Do Does Dead فقط باقي الأزمنة لا نحذف شيء لاحظ نحويلها إلى I R رجع هذا الفاعل لكن تبه I لا نستطيع أن نكتب IR هذا خطأ إذن معي أستخدم AM I am الفعل Eat مضاف له ING تصبح I am eating أنا أأكل إذن المضارع مستمر يكون فعل كون والفعل مضاف له ING إذن لا نستطيع أن نقول I eat هذا خطأ إذن مستمر يجب أن نجيب بالمستمر I am eating an apple now إذن أنا أأكل تفاحة الآن كما قلنا من المهم جدا المحافظة على زمن السؤال سأني مضارع مستمر أجيب بالمضارع المستمر What were you eating ماذا كنت تأكل كما قلنا نحذف What You حولها إلى I ماذا تأكل أنت الإجابة أنا لاحظ I لا نكتب I wear I تأخذ was كما نعلم am is الماضي منهم was وعدنا are الماضي منها where I was الفعل eat نضاف ing إذن تصبح I was eating كنت أأكل an apple كنت أكل تفاحة مثلا at 7 o'clock وهكذا على حسب الوقت I was eating an apple إذن سؤال past continuous ماضي مستمر الإجابة أيضا I was eating an apple إذن بالماضي المستمر What have you ماذا أكلت إذن سميه present perfect مضارع تم What had you eaten ماذا أكلت نسميه past perfect إذن ماضي تم كما قلنا نحذف what you حولها إلى I have أرجعها بعد you لكن حولها إلى I تصبح I have إذن مصفر إجابة في السؤال I have eaten إذن لقد أكلت أكمل الجملة an apple إذن لقد أكلت تفاحة سأني مضارع تام أجيب المضارع تام لحظ have eaten أجيب أيضا have eaten لأن أحذف كما قلنا في المضارع البسيط والماضي البسيط do does و did باقي الأزمة فقط زمنا نحذف do does و did باقي الأزمة الفعل المساعد يبقى كما هو لماذا لكي نحافظ على زمنا الجملة what had you eaten أيضا نحذف what you حولي إلى I عدنا had أكتبها I had eaten أيضا لقد أكلت an apple لقد أكلت تفاحة أيضا حافظ على زمنا الجملة past perfect أيضا ماضي تم السؤال ماضي تم الإجابة أيضا ماضي تم السؤال مضارع تم الإجابة مضارع تم دائما الزمن الذي أسأل به يجب أن نجيب بنفس الزمن أيضا هذا الجمل what will you eat ماذا ستأكل what are you going to eat أيضا ماذا ستأكل هذا سمى الزمن هذا simple future إذن مضارع بسيط كما قلنا نحذف لكي يحافظ على زمن الجملة عندنا الفعل eat I will eat سوف أأكل أو أقول سأأكل an apple سأأكل تفاحة مثلا tomorrow غدا I will eat an apple إذن مستقبل بسيط يجب أن أجيب أيضا بالمستقبل البسيط استخدم well والفعل بالتصريف الأول what are you going to eat ماذا ستأكل أيضا نضع بدنا عن you I لكن نعرف I لا نستخدم معها are نستخدم am باللغة الإنجليزية فعال con am is are am فقط تأتي مع I I am نضع going to ونضع على الفعل eat اللاحظ هالتركيب هذا am going to بمعنى سوف نفس عدنا well well سوف am going to أيضا سوف دائما المستقبل يتشكل بهذا الطريقة بفعل con going to وعدنا الفعل بتصريف الأول إذن أربع أجزاء فعل الكون to be بعدين going to بيكون عدنا بعدها الفعل بتصريف الأول am going to نترجمها سوف eat سأكل an apple سأكل تفاحة I am going to eat an apple سأكل تفاحة what would you eat كما قلنا نحذف what تفاحة would إذن I would الفعل eat an apple I would eat an apple سأكل تفاحة what could you eat ماذا يمكن أن تأكل أعضل نحذف what عدنا you حول إلى I أضع could I could eat an apple إذن ممكن أن أكل تفاحة I could eat an apple إذن موجود كد نضع could أثناء الإجابة عدنا would أضع would أيضا أثناء الإجابة يعني دائما يجب أن نحافظ على زمن السؤال والإجابة بكون نفس الزمن بهذا الشكل النهائي ندرس لهذا اليوم تكلم عن كيفية الإجابة على أي سؤال في اللغة الإنجليزية أولا يجب أن نحافظ على زمن الجملة في السؤال والإجابة أيضا عدنا فقط زمنين simple past present simple الماضي البسيط والمضارع البسيط في عدنا do does did نحذفهم أثناء الإجابة باقي الأزمنة الفعل المساعد يكون دائما نفسه في الجملة عند الإجابة لماذا يجب أن نحافظ على زمن الجملة كما قلنا بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته